اهلا وسهلا بكم جميعا باسمي باسمي زميلاتي وزملائي في وزارة الاعلام وباسمكم نرحب بمعالي الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل في لقاء لهذا اليوم لمتابعة ما يدوره في ارضنا وخاصة متابعة الاحداث الميدانية والمتمثلة بالتصعيد الاحتلالي يعني اهمية المؤتمر اليوم تنبع فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل عام من انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين والاعيال المدنية وما تتعرض له مدينة يطا وخاصة مسافر يطا من تهجير قصري واعتداءات متكررة على السكان المدنيين وفعلا يعني هذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية التهجير القصري في مسافر يطا هي جريمة تنعقد عليها المسئولية الدولية التي تحملها السلطة القائمة بالاحتلال كحكومة اسرائيلية وثانيا تنعقد عليها المسئولية الجنائية الفردية الشخصية التي يتحملها رئيس الوزراء واي مسئول حكومي داخل دولة اسرائيل الموقف الفلسطيني كل ذلك يتطلب تدخلا دوليا آن الأوان للتدخل الدولي وعلينا أن نبذل الجهد من أجل هذا التدخل هذا جزء مما يعني يكون به أو من الخطوات التي يجب أن يكون بها الجانب الفلسطيني على الصعيد الدولي وكانت مطالبة معالي وزير العدل في هذا المؤتمر الصحفي اليوم مطالبة محقة بأن على المجتمع الدولي أن يتدخل وأن يكون بعملية إنقاذ للوضع في فلسطين بعد 74 عاما أو بعد 74 سنة من ما يجري على أيدي الاحتلال الإسرائيلي منذ قيام إسرائيل وحتى الاحتلال الإسرائيلي للإضافة الغربية وكتاع غزة والأراضي العربية الأخرى المحتلة وذلك لترسيخ أقيمة الدولة اليهودية ولم تقم الدولة العربية وحتى الآن ينتظر اشتركوا في القناة